اشتركوا في القناة اليوم رح نعمل سكملة هاي اللي كتير بسيطة وكتير حلوبة رح نحكي عال مواد بس اللي بدنا اياها انا مستعملة شيد عندي قديم امتو كان كتير مغطي الإضاءة فامتو فرح نستفيد منو هي الحلقة اليوم شوي ريسايكلين كمان للاشياء اعادة تدوير لالاشياء اللي مرات احنا منكوبها بس لابن نستعملها او نعمل اشياء حلو منها هلا رح نجيب مفرمة كمان يا اما مفرمة قديمة او مفرمة عادي جديدة هلا اذا قديمة بس اقلبوها نجيها اللي مرتبة حلو او مفرمة هلا انا حاط هون كلمة كوفي عاملينها ديكوباج بالموت بودش والبرينت اوت اللي عاملته انا لكلمة كوفي منقص كلمة اول اشي منطبع كلمة كوفي بولد تكون وهيك عريضة حسب حجم المفرمة اللي عنا منقصصهم ومنلزقهم بالموت بودش بالديكوباج اوكي اللي ما عنده الموت بودش يستعمل الغراء الابيض العادي اوكي بعدين رح نحط له طبقة فارنش وطبعا طبقة الفارنش استرتحكية كثير انه رشوها بره عشان ماتتنا الشقوقه الاشياء المسمة اوكي فأنا هون طبعة بس فاي في سؤال من المخرج والموت بودش لانه صار عنده فوره الموت بودش هو عقار عن احنا حكينا عنه من قبل هو غراء ابيض اوكي اوكي له اسم متعارف عليه هو هيك اسمه اه اه اسمه مود هيا مود بودش اوكي ايش جاب اشي من عنده اوكي هو هو مش نفسه بس بس نقدر لانه هو مش كتير متواجد عنا بس مش يعني ما بيبهدلي يعني بضله مرتب شغله بالظ cleanse اكذاكي اكذاكي هي هاي الفرق بينه وبين الغراء الابيض الليا هانا الموت بودش انا دعاما بقول اذا عندكم ناس سكنين بره خصوصا عبد الله اذا حابب بتعيبه اذا حابب بتوقس وصلوا لأنه كثير مفيد وكثير مرتب زي ما قالت رندا الشغل فيه مرتب أنظف بظله شو هو المطبج المطبج يا عبد الله هو غيره أبيض شفاف لما ينشف ما بيبين أنه مش مرتب بيبين عادي يعني شفاف وعادة منعمل منه الديكوباج الديكوباج عبارة عن يعني ورق بيكون خصوصي هو لديكوباج أو زي هذا الورق عادي بس منحطه على الخشب على الأزاز بطريقة الفانيش إذا هو سبري بديكتروشي أوكي لا لا بش طبيعي عبد الله اليوم هلأ لك كان يا حبيبتي هلأ بدنا نقصص هلأ فإحنا بدنا أي مفرمة أو أي لوح خشبي بزبط هلأ إذا لوح خشبي بيكون أحسن وأحسن أوكي بس إنه عادة اللي موجود هلأ إسمعي عم بفكر أنا لو مثلا بدي أحط أحرف عربية صعب ولا بقدر صعب تقصيها هلأ هذول سنين لأنهم خطوط مستقيمة هلأ إذا بدك بتودوها عند مطبعة بفرغ لك ياها هو بس بطير البروسيس شوي بدو يعني أصحب شوي هلأ هم حلبكين أحرف اللغة العربية هذول عم نقدر نعملهم خطوط مستقيمة تقدري تقصيهم بزبط عشان هيك دائما بالإنجليزي من يعني منستسهل الأمور لأنه كل حرف أصحب طب فهي جزء التحت من وين جبتي اللي هو الجزء التحت هذا الشيد صراحة كان عندي مغطي الإضاءة كتير بالغرفة اللي أنا حاططه فيها هو شيد من السقف كان شيد من السقف لأنه كتير وطلعت الإضاءة عندي كتير صفرة فبدلته وظله حبيت شكله كتير شاطرة فقلت نعمل منه اسكملة هلأ اللي ما عنده هذا الشيد أو ما عنده هيك شي فيه سلات زبالي الحديد كتير رخاص سعرهم كتير رخيص وهلأ كتير عم بيكون الموضة هن الإسكملات عم بيكون حديد من من تحت وخشب من فوق فاستعملوهم جيبوا ديزاين حلو لسلة المهالة يعني هلأ بتكلف إشي بالضبط السلة الزبالة المشبكة الحديدة التفرغة ومفرمة وبعدين تعملي هاي لو عالبالكونة لفجان القهوة الصبوع بالضبط تطلع كتير حلو هاي الكافي عندي زبطات انا بس بدي اشوف اصل كلمة تربيزا اه انا اليوم عم بحكي انا ودار عم بقول امكن تركية حاسست ازن تركي ازن ديالة مرة حكت انها تركية مش متأكدة اكد مش عربية كان شكي في محله لانه بتشبه المصطلحات التركية هاي بس خليني احسين اصل كلمة تربيزا اوكي هاي المطبج هاي المطبج هاي المطبج رح احط من ورا هاي المطبج وبعدين الحلو بالمطبج انه بتحطي من قدام كمان بعمل طبقة حماية اه ما بيبين ابيض ما بيبين اه ومع طبقة الفاينش بطلع احسن واحسن رح اكمل الكلمة اه اوكي واحط كمان ال اي تانية جنبها نعم هلأ في ورق خاص للديكوباج كمان نقدر نستعمله على كل الخشبة او نطبع صورة ممثلين مغنيين اوه صحي ايه ما اشترك فيه صورنا مثلا شوفهم على اه واحد حرب ايزة مرته هيكي تصبح بيها كل يوم تفتح نفسه على الحياة احنا هاي فكرتنا اللي منعززها دائما ممكن عم بيبعتو او عم بقرأ انه يونانية كلمة يونانية مش متأكدة انا ما رح اقدر افتيها هو صراحة من الاعداد حكولي اه اماني قالت اماني شكرا شكرا اوكي هلا هذا بيروح ببط الابيض ببط الابيض ببط الابيض بزا حبيت الفكرة هلا بس بدي اعمل هيك عادة نقل بس كفوف بس انا بحب دائما بايدي بس هذا بيروح صح اه هو عشان هيك منيح صح انه ب اه بعطي هيك بعطي كمان طبقة زي لمعة ايوا اه فانتو بس خلصوا حطوا البورنش رشوا البورنش عشان تطير كلها متجانسة مع بعض بطلع الابيض بارنش بيحميها بزا هلا انا هيك بهاي الحركة بس عم بطلع الهوى من الاحرف اوكي بس تنشف بطلع كلير واضح و ام يعني بطلع هيك طبعا بنشف الغرة وبتطلع كتير مرتبة بس تنوها لتنشف مهضومة زيك يا في تن تن هايها اوكي هلا كيف نلزقها هلا بس رح نلزقها بالسيليكون اذا عندكم اطعة 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 خشب بيكون احسن واحسن هذول اغراض ممتن ياهم هلا منفكهم منقفهم اه منفكهم او خلص وهذا اغراض الشيد منقيمهم وهلا منحط الغرة فوق اوكي وبس ينشف ضلكم حطوا غرة عبل ما تتأكدوا انها سعب تمني ايوه طيب عشان تصير الشغل منية اوكي تقدروا تبعتوننا على صفحة الفيسبوك لدنيا دنيا تحت صورة في اذا حبين تقترهوا عليها او تشاركونا كلمة ترابيزا شو اصلها هل هو يوناني او تركي منحب نقرأ منكم بعض التعليقات اوكي هلا لانه الحفة كتير صغيرة ورقيقة بس تسبتوها الخشبة برضو بتحطو من تحت اوكي قولولي بس اذا سنتر سنتر من عندكم روحي لعندانا شوال عندانا اه بس خلاص اه سنتر اوه عليها شو مهضومة تذكري في لما عملتي الكراسي اللي حطتي عليهم بيكوفال ايوه بزر كان ورد معرق من النافذ طالف الهلا عندي بالبرندة كتير او الله وضايحين شو كان اسمها عشان تقول اللي عم بيحضرونا اذا بيحبوا يشوفوها كتير كانت فكرة حلوة ناسي ايش اسمها كراسي يمكن اه ممكن تزين كراسي تزين كراسي بالبيكوفاج هلا هاي النافذ كاملة بالفعل ممكن تكون كتير عملية يعني لما يجينا ضيوف محل دية بدنا نضيفهم اشي على الخير كتير عملي وهلا عم بيكون كتير موضوع انه تحت غير عن فوق وزي ما قلتلكم اللي ما عنده هاد الشيد انا يعني استوحيته انه عشان عندي اياه بالبيت بس اللي ما عنده سلات لزبالة الحديد بيكونه كمان اجمد يعني امسك حلو بدي اجيب معك رؤية واحفها عليك قد حلوة الاصفر مع الخشب برضو طالح حلو طيب مريم جبارة صباح الورد حمودة اهلا وسوها الشخشير صباح التقلق لا احلى افكار تانكي سوها جبت هذا عشان تحطيه عليها تباينها المق بزاة اوكي بس انا عم بزيز الغراحة امال بتحكي لنا اصل الكلمة تركي اوكي عبير طام الله صباح الورد بتجنن فكرة لسكملة ورجاء القاضي صباح الخير هون اوكي هاي هيك عم بيكون اه زبطة كثير حلو وبس تنشف نقلبها ومنحط غيرها لانه هون في ديكوباج تمام اوكي فهاي وين الكوفي اوكي 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 هاي كوفي يا سلام ايه جمالة كله برابو فاي برابو انا مقتنعة جدا ودايما اتوقع الاشخاص اللي بيجيهم كتير معازيم بتنقص عندهم اسكملة صح فاحنا من ولا اشي هاي نحضرنا وما بتاخد مساحة كتير حلو وهيك زي ما قلتم مرات للبرندات الخارجية كمان ما بيكون عندنا مساحات ما بيكون في شوي مساحات كبيرة فحلوين نعملهم اذا عملنا تنتين اذا لقينا مثلا تنتين واحدة اطول واحدة اقصر كمان بيطلع حلو بيطلع وست حلو اوكي نقدر نحرق شوي تعليقات امام صباح الورد بتحكي انا اصل الكلمة تركي ندور صباح الورد في عنا اقتراح نعمل ابجورات بالزرار البلاستيك نعم اصدها شايد الابجورة هيك بيسمونها شايد اتوقع اظن اوكي في حنان ابو غوش صباح الورد شكرا على الاقتراحات اللي عم تبعتوها عبدير تحكي لك كتير حلو الاسكار شكرا بحب تطبقوها يعني زي ما حكت اي اشي معدني ممكن تكون مناسبة محمد جمال صباح الورد منير جرادات صباح الخير ورنة بيقترهوا عليك افكار للصواني اتوقع احنا عملنا بس ما بتخلص الافكار بس دائما في افكار جديدة فممكن نعمل كمان اشي قريبا تمام شكرا في شكرا في افكار حلوة دائما منك شكرا لكم اشتركوا في القناة